أذهب إلى الناصرة نظير مجلي الباحث في الشأن الإسرائيلي أنا بك سيد نظير على شاشة الغد سيد نظير يعني كيف يقرأ هذا المشهد؟ سأل خير لك عزيزي صلاح وللأخوة المشاهدين والمشاهدات يعني أنا أتخيل كيف يمكن للإنسان أن يكون نائماً في بيته ويطلب إخلاءه لأنه سيهدم يعني سيهدم كل شيء يملكه وهذا فضلاً عن الفزع الذي يصيب الأطفال والكبار طبعاً صدمات نفسية معاناة رهيبة يعانيها كل إنسان فلسطيني اليوم في قطاع غزة وهذا يدل على مدى خطورة السياسة الإسرائيلية في هذه الحرب وعملياً في كل حرب لأنها لا ترحم تقوم بقرار مسبق متحمد معلن صراحة أمام العالم باللغات كلها يقولون أنهم سيسوون المباني في غزة بالأرض وسيدمرون كل المباني التي تزيد عن الطابقين وقد حققوا حتى الآن هذا الأمر بهدم على الأقل عشرين برجاً إضافة إلى ألف ومائتي منزل يسكنها الناس ومثلما تفضلت في المقدمة هناك مائة وثلاثين وعشرون ألف مشرد في قطاع غزة هناك أكثر من ستمائة شهيد سلطهم من الأطفال والنساء والجرحى أكثر ولا يحسب في هذا أصحاب الصدمات النفسية الذين من الممكن أن يصلوا إلى أكثر من مليون إنسان هذا هو الاحتلال الإسرائيلي هذا هو الحصار الإسرائيلي وهذه السياسة الإسرائيلية نعم ولكن سيد نظير إذا ما نظرنا إلى بنك الأهداف الإسرائيلية حتى هذه اللحظة الصورة توضح هذه الأهداف مدنيين عزل نيام في بيوتهم أطفال نساء شيوخ يعني ليس لهم أي صلة بالعمل المقاوم يعني مباني سكنية هل هذا هو ما يريده فعلا نتنياهو؟ هل بهكذا ضربات يعيد هيبة المنظومة العسكرية الإسرائيلية أمام المجتمع الإسرائيلي؟ القرار الرسمي الذي أعلنه نتنياهو هو تصفية القدرات العسكرية وقدرات السلطة لحركة حماس الجنرالات الذين يعملون في محيط نتنياهو وبضمنهم عدد من المزراء يتحدثون عن حرب بدون أهداف هكذا يقولون يعني سياسة الأرض المحروقة نعم لا يهم أن يكون هذا مكتب لحماس أو بيت يسكنه شخص من قادة حماس إنما المهم أن يشعر كل إنسان فلسطيني بأن إسرائيل ترد بقسوة على العملية الناجحة التي قامت بها حماس عسكريا تجاه إسرائيل وخدشت فيها الكرامة والهيبة الإسرائيلية ويريدون الانتقام والانتقام بطريقة تبقي بالذاكرة يعني كما قاله نتنياهو ابقاء الحدث في ذاكرة الفلسطينيين إلى جيلا بعد جيل يريد لنا أن لا ننسى إطلاقا هذه المشاهد وهذه الحالة من الرعب التي دخلنا فيها هو يحسب أنه بهذه الطريقة يربي الشعب الفلسطيني لكي يصبح مواليا ولا يعرف أنه بهذه الطريقة يخلق جيلا بعد جيل من الفلسطينيين الذين يكرهون إسرائيل والإسرائيليين وربما اليهود حتى ويأتخذون موقف عدائية منها ونممكن أن يتحولون إلى جميع المعركة سوف أعود للتحدث معك حول هدف هذه العملية العسكرية الإسرائيلية